شفت فيديو ياباني بيتكلم عن فوية اللفت للبشرة ما كدبش خبر لا جبت الوصفة وجربتها وما كدبش عليكم اول مرة في حياتي اجربها وبجد لقيتها رائعة هقولك على طريقة تستخدموا بيها اللفت للبشرة وطبعا انتوا عارفين ان اللفت ده رخيص جدا وموجود طول السنة وتقدر اجيبيه كمان وتحطيه في الفريزر وهقولك الطريقة ازاي ويفضل معاك طول السنة انا بعد ما استخدمت اللفت ده على بشريتي بعدها بعشر دقيق بالضبط لقيت بشريتي فيها نعومة ونضارة ولمع حلوة جدا بس استخدميه بنفس الطريقة هتلاقيه روعة هقولك على طريقتين اكوا من بعد تقدر تستخدمي بيهم اللفت للبشرة اول حاجة هنجيب حباية واحدة من اللفت بالشكل ده وهتخلص من الجزء اللي فوق بالشكل ده وهقطع اللفت ده لشرايح وتكون الشرايح سميكة شوية يعني ما تكون شرفيعة اوي تمام؟ يعني قد واحد سنتي كده بعد كده ست الكل بقى خرطها او بقى طحها بالشكل ده حلقات وكمان بعمل كتح فيها على شكل الهلال علشان احنا هنستخدمها للبشرة وكمان هنستخدمها للهالات السوداء تحت العين عايز اقولك ان بتشدلك كل السواد اللي تحت العين وبتبنى تجيتها من اول مرة تستخدميها بس جربيها بنفس الطريقة وان شاء الله تعتمديها وتدعيلي عليها بعد كده عملت حبة كده على شكل الهلال زي ما انتوا شايفين يعني بمسك الشريحة واجسمها الى اتنين بالشكل ده بتديني شكل الهلال علشان استخدمها تحت العين تمام كده؟ تمام بعد كده بحطهم في طبق او في اي بولة عندي بالشكل ده وبجيب بقى المكون السحري اللي هيفتح جدا مع اللفت ده وهي معلقة من الحنة البيضة اللي عملناها مع بعض قبل كده وانا دي بتفتح البشرة حلو جدا اللي ما جربهاش يا جماعة يجربها بجد هتستفادوا منها كتير جدا بعد كده ضيفت معلقة من الحنة البيضة بقلبهم كويس جدا وطبعا لو عايزين طريقة الحنة البيضة اكتبولي في التعليقات واحطولكم اللينك في اول تعليق بعد كده بقلبها بالشكل ده وبجيب كيس تلاجة وبعب فيه شريح اللفت دي بالشكل ده ويبقى طبقه كده وبحطه في الفريزل وده كل يوم هطلع منه شريحتين اللي هي على شكل الهلال احطها حول العين وهطلع منها شريحة ميل كبيرة دي همشيها على البشرة بالكامل طبعا بتبقى طلع من الفريزل فيها حبة ميا بصاد كده هو ده اللي انا عايزاه وبتمشيها على البشرة واسيب بشرتك لمدة عشر دقائق وبعد كده مسحي عليها بزيت اللوز الحلو بجد هتلاقي نتيجة في بشرتك وتفتيح ونضارة ونعومة وكمان لمعة حلوة جدا لم تتخيليها بس جربيه بنفس الطريقة اما الطريقة التانية هنجيب اللفت وهنبشره وهناخد ثلاث معالق من ماء اللفت معلقة من الحنة البيضة معلقة من الخميرة نخلطهم كويس جدا مع بعض وبعد كده هنفرتهم على بشرة نضيفة لمدة عشرين دقيقة وبعد كده هتخسيلي وترطبي بشرتك او تستخدم كريم لبان الدكة اللي عملناه مع بعض قبل كده هتلاقي تغيير تان في بشرتك وتفتيح رهيب من اول استخدام ايوة بنستخدمها بنفس الطريقة دي والله العظيم خطيرة انا مجربته قلتي ازاي معرفتش الطريقة دي من زمان بجد تغيير تان في بشرتك جربيها ومستنية رأيك في التعليقات ولوليك اي طلب اي صفصار سيبولي تحت الفيديو وارد عليك حبيب ما تنسوش متابعة للصفحة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد